الحمد لله شطبت المطبخ وخليته زي الفل ولا كأننا اتغدينا يا ترى من اللي جاي اللي دلوقتي اكيد انا عارفك لقى حماتي نزلالي حاضر حاضر اهلا اهلا يا حماتي تعطى الضالي زيد فضلك يا حبيبتي انا قلت بقى ايه كنت عامل النهاردة سمك التونة ده وانا عارفة ان انت بتحبيه وقلت بقى اما نزلي بس انا لسه متغدية والله الحمد لله واطلين فراخي النهاردة ومالو يا حبيبتي الفهنة على قلبك خدي مني بقى اهاتي يا حماتي شكرا شكرا انا قلت بقى طالما ان انا طبقى الاكل اللي انت بتحبيها قلت لازم ادوأك عشان انت حبيبتي وانت عارفة كده كويس اللي اكل اللي انا بكله لازم ادوأك منه اه اه يا حماتي ربنا يخليك لي يا ربنا حلمنش منك ابدا انت بتعالي عودي بقى نعمل حاجة ساعة بقى ونشرف كده ونفرجع تلفزون شوي معلش اصلا انت تنزل من فوق السطحة يا بنتي كنت ونظف تحت الحوان بقى كده انت عارفة لازم ونظف تحتهم يوميا واشير البدو الحاجات دي كلها اصلا كانوا مزبلين الدنيا خالص وراحت السطحة كان ايه رحيتها مقرفة اه ماشي يا حماتي خلاص كفاية كفاية كلام كده في الموضوع ده شكرا اه ماشي مع السلام انت بتقرافي ولا اي يا بيت لا بس ما بحبش الكلام في الموضوع دي يعني بحس ان انا مخنوقة ماشي يا اختي اما اطلع بقى اخدلي دوشي كده والشطف كده والفوق بقى انزللي ماشي يا حماتي مع السلام انا مش طيقة رحت السمك ده ولا طيقة امسكه اصلا انا حاسة ان انا هرجع وانا وقف امن كتر الكلام اللي قادلت تتكلمه على نظفته وعملته ومسحته والريحة فوق ايه والريحة تحت ايه اما الريحة فوق والحاجات دي انت قلز لتحكي لي انت مش نظفته وخلاص بقى انت عطشاني اكل لازميته ايه الكلام اللي انت عملت اتكلمه ده انا خلاص بصراحة لنفسي معتش جايباني اكل الاكل ده ولا مدي ايدي فيه اصلا خلاص اعمل في ايه بقى ارميه ولا اعمل ايه امان دهجاروتنا اللي قدامنا ديه الدهولها وخلاص يا ممحمد يا ممحمد ايوه ايوه يا ممحمود خير فانا عارفة ان انت بتحب ايه السمك فانا بصي حماتك اتمنزلال اللي السمك ده بصراحة واحنا الحمدللات غدينا فانا قلت بقى ايه انا مش نسياك انا عارفة انت بتحب السمك فضلي بقى يا ست قولي السمك ده بقى دهدية مني ليك بجد يا حبيبتي والله قطر خيري ده انا لسه عمارة فاكر يقولي يا طرح او ما اكل ايدي الوقتي بس كنت قاعدة جعانة ونكسلة او مطبخ يا الله يا حبيبتي الفهنة وشيفة على قلبك الله يهنيكي شكرا يا حبيبتي شكرا الحمدلله خلصت من الطبق ادخل بقى نام جوا شوي اهلا ازايك يا مو محمد عملي ايه يا حبيبتي اغبارك ايه الحمدلله في نعمة الحمدلله بخير يا حبيبتي انت اللي عملي ايه واغبار صحتك ايه اهو الحمدلله يا حبيبتي الحمدلله اهو هو انت طبخة النهاردة سمك لا ده انا كنت عندي مراطبني كان بتندهلي يعني تديني عميل ايدها بتدوقني يعني انت عفى بقى الجران لبعضيهم وقتلها كترخيرك والله ده انا كنت جعانة ومش قادرة او مطبخ بصراحة ومكسلة اوه بس الحمدلله ربنا جاب لي ريز الغاية عندي والله هي كانت طبخة سمك واداتك منه اه 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 الهجران لبعضيها ماشي يا حبيبتي بتكليب الفهانة مش عاوزة حاجة عملهالك لا ده انا كنت نازلة مراتبنا بتطمن عليها اشوفها يعني لو محتاجة حاجة عملهال اصلها تعبانا اليومين دور ماشي يا حبيبتي ربنا يخلكوا البعض دايما كده وتسأله على بعض يلا اشوفك بعافية ماشي يا بنت اللازين اما وريتك مبقاشا بقى انا بتشحات الاكل اللي بدهولك ماشي ماشي يا مراتبني الو ايوا يا مجدي بص بقى يا مجدي انت معدش لك عندي اكل ولعدت هعزمك ولعدت نزلك اكل ليه عشان يا اخوة لسه منزلها لمرتك سمك كنت عاملة سمك قلت مدوقكوا منه عشان انا بحبكم وعارفة ان مراتك بتحب السمك انا نزلكوا طبق السمك وبعشان الناس دا مش عارفة كنت راح اقول لمراتك ايه تاني كنت عملالها باين كمان حاجة حلوة ونزلك دهالة وبعدين يا اخوة قابلت الجيران لجنبكم اه ام محمد دي ولقيتها مسكة طبق اللي انا لسه عطيها لمراتك اه اه لقيتها نفس الطبق يا ابني وانا مش عارفة طبق ايو حكتي عارفاهو بتقول لي ان مراتك عصيهولها تقول لها دوقي عميل ايدي بداي عجبك يا مجدي لا 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 اسبك من كل الكلام ده كله والله العظم كله فالفاضي ولا عدت عزمك ولا عدت تاكل عندي لا انت ولا هي خلاص خلص اعملك الاكل اللي انت بتحبه ولا اللي هي بتحبه فالاخر تشحته لا 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 ده انت بص جبتوا اخر كده خلاص ده اخر حاجة ما بينه وما بينكم قال وانا من قلب الطيب عاملة كيكة ونزة دواءها كمان كتا تدهل مين تدهل القطط والكلاب تاكلهم لا يا اخويا خلاص كده قل لمراتك ما عدتش تطلعلي وانا عدت نزلها تاني ولا عدتها تدق مني الهواء ولا العظمات بتاعت زي انا كنت بعملها لكم المحمر والمشمر والطرابيزة اللي بتتفرد كلها اكل ده خلاص تتناسر يا كده جابت اخر خلاص مع السلام مع السلامة يا مجدي تدهل الجران الاكل انا عاملهله مش عجيبها اكل وطبيخ ماشي موريتك ما بقاش انا معلمتك الادب ما بقاش انا خير في ايه بالراحة بس كده بالراحة في ايه ايه اللي حصل ممتك ايوك اتمنزل لي طبق سمك ايوما انت عارفلح نسا واكلين فراخ وخلاص ما 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 هاكل فراخ وسمك ازاي يعني استنى بس انت بتزعق ليه كده يعني في ايه ايه اللي جرد ده كله شافيتها ايه مصبتك السودة اه شافيتها طيب اعمل لانا اي بقى دلوقت يعني طب انا زنب ايه ايه اللي عاصية ممتك نزلت يا ابني عادت تحكيلي على النظف وتعمل بصراحة قريفت وجايبالي كمان راح السمك والزفارة فبصراحة ما موجودتش قادرة بصراحة وجبت كل اللي ببطن بصراحة انا قمت رجعت من شوي عشان ارتاح مش قادرة لو انت عادرة عندما كانت خلاص نوع اكل بقى ما عرفش اكل النوع الثاني فلو قاعد لبكرة هيبوز فقلت يعني جاريتنا اولى يعني تاكل به ولا تتغدى يا قاعدة الوحيدة في البيت طب بالراحة بس كده انت بالزعق هلو هلو هعملت مشكلة كل ده عشان حتة السبك ايه رأيوكو بقى هو انا عملت حاجة غلط طب قلوا والله انا لو عملت حاجة غلط قل انت غلطان